اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمام زماننا وولي وأمرنا الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا جميعا من أنصاره وأعوانه والممتثلين لأوامره ما زلنا في برنامجكم العقائد الحقة العقائد الحقة مأخوذة من كتاب الله عز وجل ومن العترة الطاهرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تاركم فيكم السقلين إني مخلف فيكم السقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ونحن نتمسك بهما إن شاء الله وهذه العقائد الحقة مأخوذة منهما قلنا سابقا أن الله عز وجل كما في الآية الكريمة التي هي المحكمة والتي تكون معنا دائما ليس كمثله شيء كل عقيدة تخالف هذه الآية كل آية كل حديث يخالف هذه الآية لا بد أن يؤول تأويل هذا محكم وكل شيء غيره يخالفه يكون متشابه والمتشابه لا بد من تأويله وإرجاعه إلى المحكم فإذا ورد علينا مثلا روحي نفخت فيه من روحي يعني التصور الأول أنه هذا جزء من روح الله أو نفخة مثل نفختنا ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء لا بد أن يؤول وكذلك إذا ورد علينا إن الله خلق آدم على صورته بناء على أن الله طبعا إلى حل هذا سنذكره ولكن بناء على أنه الضمير راجع إلى الله بناء على ذلك فلا بد أن يؤول ولكن الضمير لا يرجع إلى الله كما سنذكر كل شيء له حل والحل في كتاب الله ما فرطنا في الكتاب من شيء كل شيء موجود في كتاب الله تبيانا لكل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين والنبي صلى الله عليه وآله جعل علم كتاب الله الذي نزل على قلبه الشريف نزل به الروح الأمين على قلبك هذا القرآن الكريم وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الذين اصطفاهم الله وهل اصطفى الله غير محمد وآل محمد الذين كما رأيت قال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي فالعترة هم حملة علوم القرآن علوم النبي صلى الله عليه وآله من هذا المنطلق نذكر بعض الروايات اللي فيها بعض الأمور المتشابهة بحسب الظاهر وانحلها كل شيء متشابه لابد أن يرجع إلى المحكم لأن الآية ماذا تقول معناه في كل حديث وفي كل آية ليس كمثله شيء إذا قل له لك الله يقعد يقوم صار مثل البشر ليس كمثله شيء إذا قل لك الله يتحرك أو يركب حمار أو يصعد وينزل للسماوات للصدق ليش ليس كمثله شيء إذا قل لك الله جل وعلا قاعد على العرش وإذا تحرك العرش أطيط أطيط يعني صوت مثل صوت الخشب للصدق إذا قل لك الله جل وعلا قاعد على العرش وممدد رجلية للصدق ليش ليس كمثله شيء عرفت حبيبي إذن الأمر المهم عندنا ليس كمثله شيء طيب فكل شيء يخالف ذلك لابد أن يؤول طيب شوف هذا الحديث الحسين بن خالد قال قلت للرضى عليه السلام يا ابن رسول الله إن الناس يرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا قال الناس عدهم رواية أريد أعرض هذه الرواية عليك على الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام قالوا قالوا النبي صلى الله عليه وآله قال إن الله خلق آدم على صورته بعنوان حديث زيا قال قاتلهم الله حذفوا أول الحديث شلون إن رسول الله صلى الله عليه وآله مر برجلين يتسابان فسمع أحدهما يقول لصاحبه قبح الله وجهك وجه المخاطب دا يقول له هذا لي دا يسب صاحبه يقول له قبح الله وجهك ووجه من يشبهك التفت التفت زيا هذا دا يسب يقول له قبح الله وجهك ووجه من يشبهك فالنبي صلى الله عليه وآله قال إن الله خلق آدم على صورته آدم يشبه لهذا فإنت تقول دا تسب آدم أيضا أنت حديث لطيف جميل بتروا أوله لما بتروا أوله خلوا آخر الحديث شنو آخر الحديث إن الله خلق آدم على صورته صورة هذا لما تحذف هذا شي صير صورة الله الله خلق آدم مثله ليس كمثله شيء لعنهم الله قبحهم الله ينسبون إلى الله ما لا يجوز كيف خلق آدم على شكله الله خلق آدم مثله ليس كمثله شيء زين يا عبد الله لا تقل لأخيك فإن الله خلق آدم على صورته مثل هذا لتقل لقبحك الله قبح الله وجهك ووجه من يشبهك اللي شبه آدم فإنت تقول للآدم قبح الله وجهك يصير مو صحيح هذا العمل هذا الكلام مو صحيح زين شوف المسألة الحديث اتضح الناس يرون كل شي يحجون الأحاديث يقطعوها وإذا قطعوه يقومون يثولفون بكيفهم زين أنت مو عندك آية تقول ليس كمثله شيء شون تتكلم هذا الكلام شون تقول ليس كمثله شيء شون تقول إن الله خلق آدم على صورته يعني صار إلى مثل لما صار إلى مثل ها فهذا الكلام باطل ليش لأنه يخالف الآية المحكمة وإنما معناه إن الله خلق آدم على صورة هذا الولد اللي دات سبه هذا الشاب هذا الرجل هذا الكذا بالمناسبة بعض الناس يسب شخص أولا السب حرام ثانيا إذا ما موجود غيبة ثالثا إذا ما يستحق الكلام ها يصير ها يصير اتهام زين اللسان جرمه صغير مساحته جرمه كبير فما يصير التت قعد السب هذا تحكي على هذا وتحكي على ذاك شفوا ضبط اللسان مهم جدا الغيبة من اللسان التهمة من اللسان النميمة من اللسان السباب من اللسان وتمشي وتشوف اللسان كثير من جرائم تطلع إذا ضبط لا الحمد لله إذا أصبح ابن آدم قالت جوارحه لللسان الحديث يقول إذا أصبح ابن آدم قالت جوارحه لللسان لللسان يقولهم كيف أصبحتم شلونكم كيفكم اللسان يقول لهم فيجيبون اللسان ويقولون نحن بخير إن تركتنا بخير إذا تخلينا ما تحرقنا الغرض أن الإنسان المؤمن الطيب من يتكلم على أحد ما يسيب أحد هذا أولا بعض الناس لما يسيب ويسيب الشخص ويسيب أبو ويسيب أم فلنفرض تعاركت ويا إتت عندك مشكلة ويا ليش يسيب أبو ليش يسيب أم مشكلتك ويا ليش يسيب عشيرة ليش بعض الناس ما يستحي يسيب الله يسيب الأئمة هذا البعيد البعيد عنكم هذا الوقح اللي يسيب الأئمة يسيب المعصومين يسيب النبي يسب الله عز وجل هذا حشاكم هو النجس لسان النجس زفر باصطلاح العراقيين وكلمات نجسة تصدر منه لو كان يوجد طهار في اعتقاده لما فعل ذلك السباب حرام وسباب الله والأئمة كفر يستحق الساب القاتل نعوذ بالله لو كان هناك على كل حال دولة عادلة لازم يتحاسب هؤلاء لو يوجد دولة عادلة يتحاسب هؤلاء وسوي يحاسبهم مولانا صاحب العصر والزمان إذا فلتوا من الإمام وماتوا قبل الظهور يفهم من الرواية أنه يرجع هؤلاء ويقيم عليهم الحد كما ورد في الرواية أنه يرد امرأة كانت قد اتهمت مارية أم إبراهيم مارية أم إبراهيم زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله أكو امرأة تهمتها افترت عليها قالت إبراهيم مو ابن النبي ليش لأن النبي عقيم نعوذ بالله نعوذ بالله من ذلك ما تقول في فاطمة ما تقول في قبل فاطمة ها ليش الكلام السيء ليش فأكو امرأة افترت على أم إبراهيم بهذه يعني أم إبراهيم جابت إبراهيم مو من النبي شنو معناته حللوها ورد في الرواية النبي صلى الله عليه وآله يخرج هذه الامرأة اللي سبت أم إبراهيم افترت عليها زوجة رسول الله ماري اللي افترت عليها يخرجها ويجري عليها الحد ثمانين جلده يعني كل واحد بحسب الظاهر يستحق الحد يسب الله يسب الأئمة يعمل الفواحش يثلت من الحد في الدنيا هذا يخرجه الإمام إذا لم يرتدع إذا لم يرجع إلى الله عز وجل يخرجه الإمام ويجري عليه الحد نعوذ بالله من ذلك كله نرجع إلى حديثنا لو لوحد كان يسب الآخر فقل قبح الله وجه ووجه من يشبه ك النبي صلى الله عليه وعلي رادي يقول لك واحد يشبه من هو آدم إن الله خلق آدم على صورته على صورة هذا الثاني قطعه الحديث قالوا إن الله خلق آدم على صورته الله خلق آدم مثله كيف الكلام هذا ليس كمثله شيء زين الروح على حديث آخر مو مشكلة حتى نصحح الفكر اللي يجري بين الناس عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن قول الله عز وجل ونفخت فيه يعني في آدم من روحي نفخ هذا يعني الله سبحانه تعالى عند حلق عند فم عند وجه عند شكل فنفخ هالشكل لا ليس كمثله شيء روحي يعني شنو روح اختاره الله واصطفى مثل عبدي مثل بيتي الله مو عند بيت يعني قاعد بي لا منسوب إليه الله عند عبد يعني منسوب إلى الله عز وجل كلنا عبيد الله كلنا عباد وعبيد لله تبارك وتعالى زيا فتقول هذا عبد الله يعني هذا منسوب إلى الله بيت الله روح الله يعني روح اصطفاه الله ونسبه إليه نبي الله نبي نسبه إلى الله عز وجل وأضاف إلى نفسه وفضله على جميع الأرواح فأمر فنفخ منه أمر الله عز وجل نفخ من هذا الروح الذي اصطفاه في آدم إن شاء الله اتضحت المسألة سؤال ثاني هذا محمد بن مسلم سأل حمران بن أعين أخو زرارة هم سأل الإمام الباقر سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل وروح منه قال هي مخلوقة مو روح الله يعني روح مثل روح نلا خلقها نسبها إلى نفسه خلقها الله بحكمته في آدم وفي عيسى إذن هذه روح منسوب إلى الله تشريفا وإلا هي مخلوقة لكن مخلوقة خلق اصطفاء مو مثل بقية الخلق مثل هذا البيت المنسوب لله تبارك وتعالى بيت الله لاحظت هذا المعنى طيب بعد عدنا عن علي أمير المؤمنين قال سمع النبي صلى الله عليه وآله لرجل يقول سمع رجلا يقول لرجل قبح الله وجهك ووجه من يشبهك فقال مه اترك اسكت لا تقل هذا فإن الله خلق آدم على صورته صورة هذه فهم لما لعبوا بالحديث قالوا الله خلق آدم على شكله وصورته لا جعفر الأصم عن أبي جعفر الأصم قال سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن الروح التي في آدم والتي في عيسى ما هما جزء من الله دخل في آدم روح الله يعني الله اقتطع جزء من روح دخلها بآدم لا قال هما روحان مخلوقان اختارهم الله واصطفاهما وروح آدم وروح عيسى صلوات الله عليهما من تلك الروح التي اصطفاه الله ونفخ فيهما من تلك الروح المباركة طيب سألت أبا جعفر عليه السلام عما يرون أن الله خلق آدم على صورته رواية غير أهل البيت جماعتهم الجماعة المخالفة المدرسة المخالفة لأهل البيت يبثون أحاديث في المجتمع فذول جزاهم الله خير يسألون أهل البيت وأهل البيت أدرى بما في البيت سألت أبا جعفر عما يرون أن الله خلق آدم على صورته الإمام الإمام الباقر جواب جواب ثاني غير الجواب الأول الجواب الأول الإمام قال لمر النبي برجلين يتسابان واحد قال للأخ قبح الله وجهك ووجه من يشبهك عالمه لا تقول هذا إن الله خلق آدم على صورته هذا الجواب الأول الجواب الثاني الإمام الباقر الطينية قال هي صورة محدثة مخلوقة اصطفاها الله واختارها على سائر الصور المختلفة فأضافها إلى نفسه كما أضاف الكعب إلى نفسه وأضاف الروح إلى نفسه فقال بيتي وقال نفخت فيه من روحي كلها إضافة شريفية إضافة شريفية فإذا كانت الروح منسوبة لله أو الصورة منسوبة الله إضافة شريفية شيء خلقه الله وشرفه هذا أيضا من الأجوب الأخرى فإذن لابد أن نرى أن كل شيء ظاهره مشكل لابد أن نرجع إلى أهل بيت العصمة والطهارة في حل الإشكال عن ذلك طيب هل يمكن أن الله عز وجل أن يرى في الدنيا لا ليس كمثله شيء يعني إن شاف لهم إن شاف ما إن شاف لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير يرى عند الموت لا يرى في المنام لا يرى في القيامة لا يرى في الجنة لا وكل ما ورد على خلاف ذلك لأن الآيش يقول ليس كمثله شيء لا تدركه الأبصار لا في الدنيا لا في الآخرة لا في البزق لا في الجنة ولا غير مكان لا تدركه الأبصار لا تدركه خلص ليس كمثله شيء خلص هذه آيات محكمات فإذا إجت روايات تقول النبي صلى الله عليه وآله رأى ربه في صورة الشاب الموفق ورجله على خضره هلسوالف اللي يمطلعيها المخالفين لأهل البيت هذه كلها باطلة كلها تخالف القرآن نقرأ بعض الروايات في نفي الرؤية وإذا إجدتي آيات أو إجدتي روايات تخالف نفي الرؤية لا بد أن تؤول زيا هلس سلتفت قال عبدالله بن سنان عن أبيه قال حضرت أبا جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه ودخل عليه رجل من الخوارج فقال يا أبا جعفر أي شيء تعبد اشتعبد قال رأيته شف الخوارج الخوارج يريد يعتقد بالرؤية يعتقد الله ينشاف على خلاف القرآن القرآن يقول ليس كمثله شيء ويقول لا إلى مثل إنشاف القرآن يقول لا تدركه أبصار ويقول لا تدركه أبصار على خلاف القرآن يصير واحد يحيش خلاف القرآن ما يصير قال هر شنو تعبد قال الله رأيته قال لم تره العيون بمشاهدة العيان ورأته القلوب بحقائق الإيمان قلبك يؤمن يرى الله يرى مو رأي بصر رأي بصير مو رأي بصر يعني يحس بوجود الله عز وجل عقله يصل إلى الله عز وجل ورأته القلوب بحقائق الإيمان لا يعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس ولا يشبه الناس شوف تأكيد من أئمتنا في الحديث بما يتطابق مع الآيات القرآنية ماكو شي خالف الآيات المدرسة المخالفة لمدرسة أهل البيت هم الذين يخالفون الآيات قال يعني ابتعدوا عن كتاب الله الابتعد عن كتاب الله الابتعد عن حقيقته مو تقول هم محافظين الكتاب وحفظ الكتاب رب تال للقرآن والقرآن يلعنه ما يصير هالشكيل حقيقة القرآن يقول لا تدركه لأبصار حقيقة القرآن يقول ليس كمثل شون يقول يتدركه لأبصار شون يقول هذا شون يقول خلاف القرآن الكريم زين فإذن يقول لا يشبه الناس موصوف بالآيات معروف بالعلامات لا يجور في حكمه ذلك الله لا إله إلا هو فخرج الرجل وهو يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته يعني شون جواب عجيب جاوبني جواب مطابق لآيات القرآن مو الله ينشاف بالعين طيب أروح لك على رواية ثانية عن إبراهيم ابن أبي محمود قال قال علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظر بالضاد وجوه يومئذ ناظر ناظر عليها النظارة عليها آثار النظارة والنعمة إلى ربها ناظر حسب الظاهر إلى ربها ناظر حسب الظاهر قال يعني مشرقة هاي النظرة الناظرة مشرقة إلى ربها ناظر شنو تنتظر ثواب ربها إلى ربها ناظر يعني مو ناظر تشوف بعينه ناظر يعني منتظر تنتظر ثواب الله لاحظت هذا المعنى اللي موافق لكتاب الله شلون موافق لكتاب الله لما ألقي إليها كتاب كريم قالت إني ألقي إليه بل غيس قالت إني ألقي إليه كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى حتى أنا يعني أستشيركم ما أخذ ناسي وربعي وأشييت أستشيركم قالوا الأمر إليك إتي شوفي أشييت شوفي قالت إني مرسلة إليهم بهدية شاهدنا هنا إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة نفس هذه الكلمة الناظرة اللي موجودة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نفس هذه الكلمة وين موجودة في قصة بلقيس إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون يعني شنو ناظرة يعني منتظرة ذو لدزيتهم إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة يعني منتظرة فالناظرة بمعنى منتظرة لثواب الله منتظرة الله يبعث الثواب ويعطيها الجزاء فإذن كلمة ناظرة واردة في القرآن بمعنى ماذا بمعنى منتظرة تنظر إلى الجنة تنظر إلى نعيم الله تبارك وتعالى فإذن الآيات اللي في ظاهرها أكو نظر إلى الرب وإلى الله إلى ربها ناظرة هذه تؤول تؤول بماذا تؤول بأن ناظرة مستعملة مكان آخر في القرآن بمعنى منتظرة شنو معناته منتظرة إلى ثواب الله فما عدنا هناك شيء يرى بعنوان الرب والله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ليس كمثله شيء هذه المحكمات عندنا نسأل الله تبارك وتعالى العلم والمعرف وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة